هقولك انتو طلعتوا مع بعض ودخلتوا الجيش مع بعض يعني دفع واحدة وكمان غنيتوا مع بعض محمد منير طبعاً أيوة طبعاً تمام تحب دخلنا عند بليخ حمدي كمان مع بعض وكان حظنا حظنا طول الوقت وفي الآخر يعني من كم سنة كده عملنا حفلة مع بعض غريبة جداً يعني هو غنى أغنية وأنا غنيت أغنية أيوة فكانت حاجة رفيفة جداً كانت حفلة جميلة جداً محمد منير عشرة طويلة رفيق الدرب يعني وغشرة العمر احنا كننا احنا الثلاثة دفعة واحدة أنا وهو محمد الحلم فيعني بس الجيش هو أكد أكتر العلاقة لأنه كنت أنا ومونير بقى في الجيش أنا عندي فكرة أنتو كنتوا في الجيش مع بعض أيوة فبتحب تغني إيه لمونير بصوتك تهديهوله بقى طيب يعني أنا هقول حاجة من الحاجات الغنية من اللي أنا غنيتها معايا في الحفلة هو أنا بحب معظم شغل مونير على فكرة يعني أكتر من 90% من شغله متميز واختياراته يعني راقي في اختياراته جداً بعدين عنده منطقة صوت وطريقة غنى ما حدش يقدر يدخله فيها هو أخص جداً هو أخص جداً وفي حتة الوحدة في حتة الوحدة مفيش يعني يعني لا هو بيغير من حد ولا حد يقدر يغير منه لأنه في حتة يعني بعيش دعوة ملوش دعوة ملوش دعوة طبعاً قارس طبعاً طبعاً يعنيك أسافر علموني أفضل مهاجر علموني أكون مسامح زي نبعي الحب صافي علموني عشاء صحابي وانسى وياهم عذابي والغريب لو دأ بابي يرتوي من نبعي صافي علموني عينيك أسافر علموني أفضل مهاجر علموني أكون مسامح زي نبعي الحب صافي علموني الله الله